جيداً جيداً جرائد 9 اليوم نتبه نحن نتبه في القطة 2 الريسپيريشن اكتبه 3 ريسپيريطري غاز اكسجنج في القرآن 4243 اكتبه 3 اكتبه 1 حكينا عن الورجانزيشن من شو بيتقلّف الجهاز التنفسي وقلنا أنه الريسپيريطري غاز اكسجنج تيك بلس بالمونيري الفيولاي باللونجز تحديداً بالبلمونيري الفيولاي يعني مش بالتراكيا بالقصب الهوائي بيتوزع الأكسجن على السيلز بيروح على البلد وبيتوزع على السيلز لا بيتوزع الأكسجن على السيلز بالبلمونيري الفيولاي الموجودين باللونجز بالريقتين the characteristics of alveoli which favor gas exchange between alveoli والبلد هنه thin wall large surface area and wall richly vascularized فإذا هؤلاء هؤلاء اللي بيسهلو أنه يصير الغاز اكسجنج بين البلد وبين alveoli هنه thin wall large surface area and wall richly vascularized هون بدو يروح الأكسجن من alveoli على البلد والcarbon dioxide بعكسه بدو يجي من البلد يفوت على الالفايولاي اللي يظهر برات جسمنا observe document a on your book لتطلع بالdocument a gas exchange in the lungs بدنا نحكي اليوم عن الغاز exchange in the lungs compare the volume of oxygen and carbon dioxide in inhaled air يعني بالهوا اللي منفوته عجسمنا and in exhaled air الهوا اللي منضهره من جسمنا the volume of oxygen in inhaled air is 21 مليليتر higher than عم بعمل compare higher than it in exhaled air which is 16 مليليتر while the volume of carbon dioxide in inhaled air is 0.03 مليليتر smaller than it in the exhaled air which is 5 مليليتر فإذا لحظنا بالinhaled air عم بيكون غني بالoxygen الهوا اللي عم نفوته عجسمنا عم بيكون غني بالoxygen بينما الهوا اللي عم يظهر من جسمنا الexhaled air عم بيكون غني بالcarbon dioxide so derive a conclusion body consumes oxygen and produces carbon dioxide معنة الجسم بحاجة بياخد الoxygen هو بحاجة انه ياخد oxygen وبالمقابل عم ياخد الoxygen عم بيطلع carbon dioxide عم بيكبل carbon dioxide بنفس document compare the volume of oxygen and carbon dioxide in the blood entering the lungs and in the blood leaving the lungs بدنا نعمل هلأ compare للoxygen والcarbon dioxide بالblood اللي عم بيفوت عاللانجز يعني عم بيروح عال pulmonary alveoli يعني عم انظهروا من جسمنا اللي عم يظهر من جسمنا اللي عم بيفوت عاللانجز هو اللي عم يظهر من الخلايا السلز عم بيكبوه بالblood والblood عم بيرجعوه عم بيداهروه على pulmonary alveoli وبالblood leaving the lungs اللي عم يظهر من اللانجز يعني عم بيفوت على جسمنا يعني عم يظهر من الالفيولاي يروح عالblood ليفوت على السلز فإذا عم نلاحظ انو بالدم اللي عم بيظهر على اللانجز عم بيفوت على اللانجز entering the lungs يعني عم يظهر من جسمنا عم بيكون غني بالكاربون دايوكسايد بينما البلد leaving the lungs يعني اللي عم بيفوت على جسمنا عم يظهر من اللانجز على البلد ليفوت على جسمنا عم بيكون غني بالأكسجن so in lungs blood is enriched in oxygen لأنه الاكسجن عم بيفوت من الالفيولاي على البلد فحيصير البلد غني بالاكسجن وفقير بالكاربون دايوكسايد لأن الكاربون دايوكسايد عم يظهر من البلد يروح على الألفيولاي ليدهرو برات جسدنا لذلك في البلد فإن كاربون دايوكسايد وفقير بالكاربون دايوكسايد فإذا بدنا ننتبه لفكرة blood entering the lungs هو اللي عم بيظهر من الجسم عم نبعثه على ال lungs والblood leaving the lungs leaving the lungs عم بيظهر من ال lungs ليفوت على جسمنا gas exchange كيف بتصيره ال respiratory gas exchange كيف الغاز بينتقله بجسمنا gas exchange is accomplished by a phenomenon اللي هو اسمه diffusion بازان gas exchange بيصيره عبر diffusion شو يعني diffusion diffusion is the movement of gas from a medium of high pressure of high concentration to another medium of low pressure of low concentration in this gas يعني diffusion بدو ينتقل الجاز من مكان اللي بتكون فيه نسبته او الpressure اللي له عالية لمكان تاني بتكون نسبته واطية يعني بدو ينتقل من مكان اعلى نسبته فيه عالية للمكان اللي نسبته فيه واطية شوفوا document b عم شوف الpressure للأكسجن بالالفيولر air يعني باللنكس بالالفيولاي وبالبلد لقيت انو الpressure للأكسجن بالالفيولر air بالالفيولاي هي 100 مليميتر اف ميركري بينما بالبلد 35-40 مليميتر اف ميركري وين لقينا الpressure للأكسجن اعلى لقيت الpressure للأكسجن من هاي ان الفيولر air بينما واطية بالبلد كرمل هيك الأكسجن دفيوزز فرم الفيولر air تو ذا بلد الأكسجن بدو ينتقل من الالفيولاي على البلد بينما الكاربون دايوكسايد الpressure لقاله بالالفيولاي هي 40 مليميتر اف ميركري بينما بالبلد 46 مليميتر اف ميركري وين كانت الpressure للكاربون دايوكسايد اعلى لقيت عالية بالبلد كرمل هيك الكاربون دايوكسايد دفيوزز دفيوزز فرم بلد تو ذا الفيولاي فازا الأكسجن بدو ينتقل من الالفيولاي على البلد بينما الكاربون دايوكسايد بدو ينتقل diffuses from blood to the alveolar air هيك بتصير الدفوجن بينتقل الجاز من مكان اللي نسبته فيه عالية للمكان اللي نسبته فيه بتكون واطية